اشتركوا في القناة عندي حاجة مهمة جدا جدا علشان بعض الناس تنقشت في الجزء النظري انا لازم اعرض الجزء النظري عشان انا عندي مخرج مهم جدا جدا حاجة اسمها مصمم تعليمي انا بأمل من المقرر اللي يخرج منها وظيفة او شخص متخصص في التصليم التعليمي يبقي اسمه مصمم تعليمي ومصمم تعليمي ده اللي وظيفة اللي يقدر يحلل المادة يقدر يعمل لها سيناريو وواضح يقدر يقول لها الحاجة دي كلها وممكن يقع في دوره لحد ما يسلم الناس المتخصصة في الجرافيك والميديا والمالتيميديا فده أول مخرج عندي من المخرجات اللي أنا بقى من المقررة إن شاء الله يخرجها وده ردا على بعض التساؤلات الناس المخرج الثاني أنا عايز واحد مصمم مؤد رقمية ومقررات إلكترونية وده اللي هيفهم بقى الجزء العام اللي كمان خلاص يفهم اللي إزاي يقدر يعمل خلفياتي يقدر يجمع المادة العلمية يعمل يجمع فيديو والحاجات دي كلها والحاجة التانية المخرج التالت اللي هو يجمع بين اللي اتنين يبقى مصمم تعليمي ومصمم مقررات رقمية يبقى ماسك اللي اتنين في بعض الناس هتلاقي بعض الناس من المتابعين يعني هيقف عند مصمم تعليم هيشتغل على مصمم تعليمي بس ويخرج المادة ويحللها ويعمل لها الأهداف وده اللي هندرسه النهاردة بالتفصيل إن شاء الله وواحد تاني ما يتجه للجزء العامل لمواد رقمية وفيه شخص هيمسك اللي اتنين أنا يعني أعوذ بالله من فيلمة أنا ماسك لدنين يعني شغال على التصميم التعليمي وتصميم المقررات الرقمية بقدر أعمل تصميم تعليمي كامل لأي مقرر وفي نفس الوقت بقدر نفذ وعمل فده اللي أنا بأعمله للناس وطبعا كل الاتجاهة واضح لأي واحد تمام كده اللي بقى من النظر علشان الناس ما تتعبش معي أنا بقى يعني المحاضرة دي إن شاء الله المحاضرة الجاية ده تكملت للمحاضرة دي بإذن الله وهي بقى محاضرة الفاصلة بين النظري والعملي اللي هي تصميم السيناريو إزاي يعمل السيناريو واضح لدرس إلكتروني أو مقرر إلكتروني وده اللي هيبدأ بقى ناخد التسقات بتاعتنا أو الواجبات بتاعتنا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بقى المحاضرة دي هفتح قسم للمراجع علشان أحط فيه كل المراجع وبالنسبة للمراجع برضو نايس بعد الناس استفهمت مني أو بعد الناس استفسرت المراجع اللي أنا برفع أنا برفع أسماء مراجع مش شرط تبقى موجودة على الإنترنت كBDF ممكن تبقى موجودة مطبوعة أكثرها برضو عايزة رايح الناس أي مراجع تتكلم عن تصميم التعليم تصميم التدريس تتكلم عن التعليم الإلكتروني إن شاء الله هتلاقوا فيها المحتوى ده فالناس بس تتعمل سيرش وتتعب معي شوية وإن شاء الله بإذن الله هتلاقوا اللي أنتوا عايزين البرامج البرامج اللي هندرسها ودي مش برامج إلزامية بس دي عشان أحدد على برنامج واحد ووقيتكم إن شاء الله يعني في مقررات أخرى نتكلم على برامج أخرى بإذن الله تعالى بس الفكرة عايزة أوضح للناس نقطة البرنامجين اللي أنا هدرسهم نهائي خلاص اللي هو الفوتوشوب علشان أصمم بيه خلفيات وأزرار للبرامجية بتاعتي وتانية حاجة برنامج التأليف اللي هو الأدوبي فلاش السي اس سيكس عايزة رايح الناس برضو راحة كويسة إن شاء الله تعالى إنت مش عارف أو فيه برنامج بديل اللي انت بتشتغل عليه ومميز فيه بيقامل خلفيات غير الفوتوشوب استعمله ما بيش مشكلة بس سمشي بالخطوات معنا بحيث اللي انت تعرف طريقة إزاي تنفيذ الخطوات لتصميم مقرر رقمي مع اختلاف البرنامج اللي انت هتستخدمه نفس الفكرة لو انت عندك برنامج بتستخدمه للأوثرينج تولز مكان الفلاش شيل الفلاش وحط البتاع بس سمشي بالخطوات بتاعتنا أنا فكرة العملي كله ليس البرنامج أكثر منها طريقة العمل إزاي أصمم مقرر إلكتروني بالبرامج دي فخدت لازم برنامج عشان نمشي بخطواته ودي للمبتدئ ولمحترف إن شاء الله خلونا نبدأ مع بعض إن شاء الله محتويات المحاضرة بتاعتنا أو إيه العناصر بتاعت المحاضرة ونشتغل فيها بإذن الله مع بعض بإذن الله عناصر المحاضرة بتاعتنا النهاردة هتنقسم لجزئين زي ما قلنا هاخد الأول يعني التحليل والتصميم إن شاء الله هخلصهم في المحاضرة بتاعتنا النهاردة بإذن الله هو كمية كبيرة شوية بس حاولت أختصر بقدر الإمكان علشان الناس تستفيد وهكمل التطوير والتنفيذ والتقويم المحاضرة الرابعة إن شاء الله والأخيرة في الجزء النظري وإن شاء الله هتفتكوا بإذن الله تعالى ونبدأ مع بعض التحليل تمام كده؟